ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله كشفت أرقام مكتب الصرف عن انخفاض حاد في الاستثمار المباشر لسعودية والإمارات داخل المملكة المغربية وتراجعت الاستثمارات السعودية للعام الرابع على التوالي حيث سجل انخفاضا بنسبة 68.5% بين عامي 2014 و2018 وتراجعت قيمة هذه الاستثمارات من 350 مليون دولار في عام 2014 إلى أقل من 50 مليون دولار في عام 2018 وتزامن هذا التراجع مع الأزمة الصامتة بين المغرب من جانب والمملكة العربية السعودية والإمارات من جهة أخرى والتي تطورت مع استيلاء الأمير محمد بن سلمان على السلطة في الرياض بدورها انخفضت الاستثمارات الإماراتية في المغرب بنسبة 41.4% في عام 2018 مقارنة بعام 2015 من جانب آخر رفعت قطر استثمارها بنسبة 68% وتجاوزت في عام 2018 مئة مليون دولار نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية موسيقى موسيقى